صرح المنصق العام للحوار الوطني ديار شوان بأنه نظراً للأوضاع الحالية المحيطة بالبلاد فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار وذلك يوم السبت الموافق الأول من يونيو بمقر الأكيدمية الوطنية للتدريب وأوضح المنصق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن منقشاته وذلك نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة وأضف رشوان أن جدول الأعمال سيتضمنون مناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار كما سيتم متابعة وتقييم لجاني وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها أو اقتراح الجدول الزمني المناسب لملاقشتها